اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الاقتصادي في المستهل وقعت الجزائر وفرنسا الأحد على 11 اتفاقية تعاون تشمل عدة مجالات في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزرية المشتركة بين البلدين وأكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن الدورة التي شارك فيها 15 وزيرا من الحكومة الفرنسية توجد بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات تمس عدة قطاعات تتقدمها الصناعة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والابتكار هذا وأعلن الوزير الأول الجزائري عن اتفاق جزائري فرنسي على إقرار تدبير لتسهيل حركة تنقل لفائدة بعض الفئات المهانية أما فيما يتعلق بالبعد الإنساني للعلاقات الثنائية والذي نتوافق بكونه من الأبعاد المهيكلة للعلاقة الثنائية بالنظر إلى خصوصيتها فقد اتفقنا على تجسيد الانفتاح الذي تضمنه إعلان الجزائر بهذا الشأن مع العمل سويا من أجل تعميمه بغية الوصول إلى تسهيل حقيقي لتنقل الأشخاص حركة التنقل وتكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع في الشهور الأخيرة وتكملة واستكمالا بالأحرى لإعلان الجزائر هدفت المبادلات بيننا إلى تعطير وتنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين وتناولنا مسألة تشجيع تنقل الطلاب والعلماء والفنانين وخاصة في إطار برامج استضافة الفنانين وأيضا الأوساط الاقتصادية ويسعدني تبني بروتوكول حول سوف يتسمح لنا بإطلاق تعاون حقيقيا في هذا المجال وبخصوص ملف الغاز اعتبرت الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيت بورن أن تسعير إمدادات الغاز الجزائري نحو بلادها غير معنية بالمحادثات الأوروبية الجارية لتسقيف أسعار الوقود الأزرق لا يبغي الخلط بين بعض المسارات الغاز الجزائري المصدر نحو فرنسا غير معني بتدولة الأسواق الحرى أو الفورية وعليه فإن تسعير الغاز الجزائري مع في من المحادثات الأوروبية الجارية بشأن تسقيف أسعار الغاز في أوروبا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندنلاين الكشف عن الخطة الاتحاد الأوروبي لخفض أسعار الغاز في غضون الأسبوعين المقبلين فوندنلاين وخلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش أشغال قمة الرقمنة المنعقدة في تاننا الإستونية أوضحت أن الخطة تتضمن إجراءات لخفض فوري لأسعار الكهرباء والطاقة وصفة التدابير بغير الكافية للتخلصي مما أسمته الإبتزاز الروسي خلال الأسبوعين المقبلين ستقدم المفوضية مقترحة للتحكم في أسعار الطاقة والكهرباء الهدف هو خفض الأسعار إلى مستوى معين دون تعريض أمن الإمدادات للخطر وهو أفضل إجراء فوري للتدخل في السوق والحد من أسعار الكهرباء والطاقة لكن على المدى الطويل هناك طريقة للتخلص من كل أشكال الإبتزاز الروسي وهو تسريح تحول النظف إلى الطاقة المتجددة انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات الاثنين إلى دون مستوى 1500 دولار لكل 1000 متر مكعب مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر